أثناء انعقاد منتدى دافوس أطلقت مؤسسة نيوزويك فينتيج العالمية ومجموعة هورايزون السويسرية للأبحاث نتائج النسخة الأولى من تقرير المؤشر العالمي للفرص المستقبلية لعام 2024 المبنى على الشراكة التي تم يطلقها العام الماضي بين حكومة دولة الإمارات والمؤسستين العالميتين لإنجاز هذا التقرير ورصد المؤشر فرصا جديدة في ستة قطاعات مستقبلية بقيمة أكثر من 44 تريليون دولار عالميا بحلول عام 2030 للاقتصادات المتقدمة والناشئة وذلك في 70 دولة تشكل 90% من الناتج الإجمالي العالمي وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل والمرتبة الثالثة والعشرين عالميا والأولى عربيا في اقتناص فرص قطاعات المستقبل بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة